اهلا بكم يا شباب معكم سيف حسين اليوم سنتحدث عن بطولة مصر في مصر وكي او والتنظيم والدنيا هل هي كان ممكن يبقى أحسن هل هي حلوة ومش حلوة ونرى رأيكم قبل ان نبدأ الفيديو ستقوم بالترجم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونجد اشتركوا في القناة ونجد اشتركوا في القناة على اليوتيوب امتشير امتشير اولمبيا في ايجبت تجهيز قوة السلام كورتام ومعرفة الشباب انا لا اعرف منظمة للبطولة بصراحة يعني من هنا من مكاني هذا وانا بتخرج على وعندي اعرف كم واحد مصحابي في البطولة ما شاء الله يعني حاجة شر يعني بجد لأول مرة انا ما دخلتش عمري ما دخلت بطولة تنظيم مصري او بطولة معمولة في مصر طبعا زيان انت عرفين مصر مايني ابتدت في مصر وبعدين اطلعت بره بعد هنا فانا ما عنديش كل اللي اعرفوا عن تنظيم بطولات في مصر اللي بشوفه على الانترنت والمعزالة اللي بشوفها والخيم والكلام فمعنى ان انت تشوف حاجة بالتنظيم ده وكأني انا في البطولة هنا في امريكا بصراحة حاجة شرفني كمصري ان فعلا بعد خمس سنين من المسافات والناس اللي وراء هذا التنظيم وتجهيزه بجد يعملوا حاجة شرف واول البطولة في مصر تبقى تبقى برو وتتقهلك لمستر اوليمبيا السنة اللي بعدها وتديك الفرصة ان انت فعلا تسافر وتحقق حلمك من غير ما تعمل اللي بقيت الناس بتعملوا زي مثلا حاجة بجد تخليك تقول يا فن الموضة قبل ما اخش في التفاصيل عايز ابارك لكل واحد طلع كل واحد طلع شكل وحيد كل واحد جهز وكل واحد كان ساهم في انه يبقى فبطولة زي دي فعلا شباب ما شاء الله عليكم كلكم كنتوا حاجة شرف والناس اللي كذبت وخدت في اماتير اوليمبيا خدت اماتير اماتير وانه يكون فخورة وانه يفخور بها وانه تعملتها في ارض وطنك وفي اهلك واصحابك يجب ان تنتصر جدا وعلى ذلك خدت الخط ولعبتي يا برو دبيو ثاني يوم او ثالث يوم او تغنس فزيك او كلاسيك ويعني بجد كله بقى في التنظيم ده وانا انا شايف الموضوع ده بيحصل في مصر ثاني ألف ألف مبروك للناس اللي شاركت و ألف مبروك للناس اللي كذبت وحطوا مراكز و ألف مبروك للناس اللي بقيت بروز دلوقتي واللعبوا برو ديبيوز ما شاء الله بجد عشد ده يعني بجد حاجة حلوة لكم نتكلم عن البطولة بقى وتنظيم وباكستيج والكلام ده كل واحد يعني انا اكتر حاجة انا شفتها و انا او لاحظتها حاجتين و انا بتخرج وبالذات ان انت في مصر و في بلدك فاهم الثاني يعني انا احطها تنزبالة يعني مش معنى ان احنا عملنا كل ده و نظمته بطولة زي كبيرة زي كده و حاجة تشرف و معمولة في مصرح كميل جدا و مفيش هبلة يعني كاتش على الثان بقى هذا الثاني اللي هو يعني انت بقى لك اربعة 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 خمس تشهر بالجحز وتطلع عايز تطلع تعرض الاستداع الي فاهم فاهم شغل الديهان و الكلام اللي بيلزق و بيسيح بصراحة يعني ليس حال خالص يعني الثبالة وتلزق بقى في الجنبك وتحضن صاحبك و الزق عليه فالفاضل في هذه الحتة فقط أن يأخذ شركة من أمريكا لما أعزلها ونتيجي تعمل البطولة كلها يأخذ رجل أعمال مصري محترم تبع البطولة وليس تبع البطولة يأخذ حواري الشركة التانيك ويأخذ سبريي تنت تبقى مثل خيمة تكفي بني أدم واحد تخش ويوجد مكانة أخرى مثل دهنا السبريي العربية تنظر لك ورشة والمواجر الذي تريد تقوم بالجميع ثم تقوم بالجمع تأخذ لك وشين ثلاثة على مدار يومين تبقى أخرى يلزق في ضحبك تبقى على هدوم الناس ويسيح منك ويعود معك سبعين الى حد أن يخرج من جسمك فالموضوع الثاني مهمه جدا لانه بالفنشنج بتاع البرودكت بتاعك اللي انت راح تعرضه لازم يبقى كده اللي ما انت بقى ضغيعتي كل اللي عليك فالتالي ده محتاجه يتزبط ما عرفش من مين بقى بقى بس هو لازم يتزبط ويجيبه حد محترم بقى وشغل الكلمات والكلام ده مفيش الكلمة نيجي بقى نتكلم عن التخطيط والفيديو والصور مش عقباني الصور خالص اللي بتنزل على البيج بتاع كو اسواب مش مش بروفشنال كفاية مش لدي كل لعيب حقه فممكن الصور تتزبط شوية الفيديو جامد فاشلا انا اتفرج على اللايف بقى لي يومين حلو بس يعني فيه حاجة زولتني ومش حاجة ومش حاجة تمام انها تبقى موجودة ان فيه فيديوغرفر ماشي وراء اللعيب على الستيج على طول رايح جاي عمالي يساوي انا من ام العشاء البطلاطة دخلتهم عمر ما كان فيه فيديوغرفر واقف على الستيج معي وانا بعرض على المسرح دي مزولة دي دخل انت تبقى وار بتاع المسرح بتاعك وتلاقي واحد رايح جاي وارك وقدمك ووشك والبقى الجوجز اللي وارك بقى ده هيتركز معاك ولا هيرركز مع البني قدم اللي ماشي قدامك رايح جايك فاهم فده انا ما شفتوش في حياتي بصراحة بيتعمل يعني فيه درونز بقى وفيه حاجات بطير يعني بشغالة برضو نفس الناس بقى اللي في البطولة يعني انا حسيت ان مصر كلها كان على الستيج بصراحة ما شاء الله ربنا زيبوا يبانك بس يعني انت كتير يعني البطولة ده ممكن تتقسم على ثلاث البطولات مستريح فاهم وتتبقى يعني عامل شغل عالي ما شاء الله يعني هي مصر كلها بتبقى وافعة للستيج في الكمية يعني ما يكون الكلاس يعني ما قسم ستة سبع كلاسز ده اكتر من طبيعي بكتير وفي كل ديفيجن بالاطوال او بالوزن او اين كان تلعب في اي فئة يعني فرم اي بي سي دي اي اف جي اتش كل ديت كلاسات وبتلاقي في كل كلاس بتاع خمسين ستين واحد يا عم كتير لأ دي كانت كتير يعني البشوق الطبيعي بيبقى فيه اربعة او خمسة كلاسز في الشوق وكل كلاس مثلا بتلاقي فيه من عشرين لثلاثين واحد ده يعني ده طوب جاي بس كتير اوو لما تلاقي وبعدين انت لازم تبعات بردو ان فيه جرجز واقفة او قاعد بتتفرج عليك طلع قدامها بتاع خمسمة لعجب مش كل واحد انا اعجبني اعجبني بجد المواعيد اي نعم مواعيد بتبقى متأخرة يعني مصر كلها بتصحى متأخرة مش طبيعي ان انت بطولة بالمفروض تبدي تسعة عشر صبح مش بعد الظهر وتخلص بالليل وكلام ده بس عادي طالما ماشي بالمواعيد ولمحدش اشتكى من المواعيد بتاعيتها وصحوا لحد الفجر مش مشكلة تبتدوا زي ما تبتدوا بس كان التنظيم حلو في موضوع المواعيد ده كله حاجة كمان الارقام قد ورق A4 الارقام اللي محطوطة على الشرطات مغطية نص الشرط او السوت الارقام كان كبير وبعدين ما منفع بقى فيه ارقام مكررة بس بألوان مختلفة ده موضوع ما يدفعش تعمل بقى كان بعد كنت في الارقام كان يعني ابتدي يعمل ألف ولا ألفين رقم مش مشكلة بس يعني ما يبقى مكرر وتلاقي مبارح كنت تبقرر جوج قال نبر سيكس مش عارف مع نبر كام وتلاقي فيه اتنين سيكس على الارقام بس كان الارقام مختلفة على الارقام ده المفروض برضو البادي بيلدرز والكلاسيك فزيك والمينس فزيك كلهم الناس تشرف بجد مصر مليانة ناس جمدة جدا ومش بغضين حقهم للأسف يعني انت ممكن تعمل في مصر تعمل امريكا رقم اثنين في مصر كل ويك اند شو وفيه خمسة ستة ناشنال شوز وتعرف تاخد فيه مئة برو كارد في السنة هتلاقي المصرين بقى اكتر من الامريكان يعني بالله كمية الناس اللي انا شفتها على الستيج والاشكال والاحجام والله يخطوا على ناس كتير جدا هنا بس مش واخدين فرصتهم وده هنا بياخدوا فرصتهم بياخدوا فرصتهم في اي بلد تانية في العالم بياخدوا اول واحد او اثنين بس في الكلاس بياخدوا في مصر عملنا اول ثلاثة فده فرصة بياخدوا البرو كارد فده فرصة حلوة اكتر للناس كتير جدا رجنون وقف على اي حاجة في البطولة ما شاء الله في الاول في الاخر لسه تحفى حاجة وتتحسن كل سنة وعاش جدا للناس مستر الاسلام كورتامل عارف يحارب اللي بيحصل في مصر وياخد خطوة انه يحقق الناس كتير جدا نفسها تعمل اللي هم عايزينه ويحقق احلامها يدي لهم الفرصة دي والاتحاد المصري كمان الاجسام اللي اتأدب بس كسب وفعلا خد تصريح وعمل البطولة والناس كلها اتبسطت يعني في مصر بجد يشرف اي حد في العالم وشرف لاي حد في البطولة والستوديو التحليلي والكلام ده كله كان شغل ما بيتعملش اللي في بطولات يعني ممكن اكبر بطولة او اتنين في امريكا ومعنا ان تعمل او مصر او تاني بطولة هذا بجد حلو جدا فصرف يعني في الاول اينعم في شوية حاجات عايزة تتضبط وطبع احسن بس اكبر ااا اه ااا اا اتنينية بجد يعني في الاول في الاخر رأيي بس وحبت اقول لك ويرب كنتين بسطوا و 확ن janji وقالو لك رأييك اشتركوا في ايه لو اتفرجت على البطولة و اعملوا سبسكرايب للشانيل اشتركوا في القناة و اشتركوا في القناة و اشتركوا في القناة عن رأيك انت شايف الدنيا ايه كان ممكن يبقى احسن احش و اشتركوا مع اصحابك و اشتركوا في الحلقة دقيقة